حقق الميزان التجاري للسلطنة خلال الأشهر السبع الأولى من العام الحالي فائضا بقيمة مليار وخمسمائة مليون ريال عماني رغم الانخفاض في إجمال الصادرات السلعية بنسبة 31% وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي الصادرات السلعية للسلطنة بلغت 11 مليار وثمانمائة مليون ريال عماني بنهاية شهر يوليو الماضي فيما بلغت قيمة الواردات بنفس الفترة 6 مليار و 400 مليون ريال عماني بنخفاض بلغ 7 من 10% كما تراجعت الصادرات السلعية غير النفطية بحوالي 7% لتصل إلى نحو ملياري ريال عماني وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر من الصادرات السلعية غير النفطية بقيمة تخطط 460 مليون ريال عماني شكرا للمشاهدة